انا بحب اقرأ كتير جدا بجد انا اصلا من موهبتي الاراية وحب ابحث ودور على اسرار والغاز وحاجات كتير او بجد هي دي اصلا شخصيتي ودايما بحب قوي ان انا انزل الصبح بدري جدا وافطر مع ماما وبابا يا بلال ايه يا بلال اتأخرت على ان اما جاضي احنا كلنا تحت مستنينك يلا يا بلال الاكل اتعمل مش بقولكو بيحبوني جدا بجد ازاك يا بابا ايه دا يعني انت نادتني وفي الاخر مفيش اكل هو انت مش شايف مامتك بتعمل اكل جنبك اهو اللي ايه يعني انت يا بلال مش شايف ان انا بعمل الاكل اهو وخلاص الاكل هيخلاص عشان ناكل سوا مع بعضين اكل حلوة ما انت شايف يا ماما هو ان بابا اصلا قعد على تلفزيون المفروض هو اللي يساعدك مش انا اتكلم مع مامتك عيدل انا مش بقوم اعمل الاكل وانت عارف كده من زمان يعني انت بابا عايز ان انا ساعد ماما وانت لأ مش احنا المفروضة الى كاملة ما ينفعش اللي بيحصل له بجد اهديني يا ماما هو بساعدك ها قولي لي عايزة تعملي ايه لا خلاص يا بلال مش عايزك تساعدني روح اكروع الكتاب اللي انت كنت تكرقه ايه دا ماما انت عرفت منين انت اللي ايه اللي اصلا خلاص ماش يا ماما انا فاعل ان المفروض ان انا اكرق الكتاب هاعد هنا واكمل اغاية بقى يا نهر ابيض هو الكلام اللي في الكتاب ده بجد لعبة بتدخلك على مواقعي وبتقدر ان انت تتحكم في اي حاجة عن بعد لا 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 والله بجد انا متأكد ان الحاجة دي مش حقيقية انا لازم اطلع جربة حالان على الكمبيوتر بتاعي بسرعة بسرعة لازم دلوقتي حالان اتجرب الموضوع ده على الكمبيوتر بتاعي يا نهر ابيض هو الموضوع ده بجد ولا ايه بسرعة بسرعة يا بلال ايه ده هو انت ما شفتش بلال هو بلال راحسين مش كان قاعد هنا منابوه موجودة هو ما اقولك ايه اما حاجة الا انا ياكل هو كده كده هيبقى ياكل يا نهر ابيض طب اين كمان ده انا جعان اوي اه لو خدت منابو عادي يعني بقى يعمل له اي مناب تانى بقى ايه ده يا طرق اللي شغل تفكير بلال الدرجات دي ان هو يطلع وينسى ياكل اصلا ايوه بسرعة بسرعة محتاج ادور عن الموضوع ده كويس انا عايز ادور ايوه هات الصفحة اللي فاتت دي ايه ده بقى هو ايه الموضوع اللي انا قرأت عنه ده بقى الموضوع اللي بجد بجد جدا جدا غريب اه دي عبارة على اللعبة واللعبة دي من خلالها بيبقى عندي كوا خارقة بس اعتقد ان دي لعبة والكلام اصلا ده مش حقيقي مناعي ملعبتها لعب ومفيش اصلا اي حاجة بالجيلي بتسلى بها شوية وبعدها بكم شعر بازهق منها ولكن شمعنا يعني اسم اللعبة ده زارف الكتاب يعني المهم اللي انا لازم انزل دلوقتي حالنا عشان اكل منابي ازاك يا حبيبي يا بلال يا رب تكون كويس اكيد انت كنت مستنى ان احنا نعمل قعدة زي دي صح ايوه فعلا يا بابا حقيقة انا مستنى جدا جدا ان نعمل قعدة زي دي لان انا بحب قوي بصراحة القعدة دي يا بابا وانت عارف كده كويس بس لاحظة يا بلال انت ليه قمت كده النهاردة الصبح من الاكل وماردتش تاكل معانا احنا دايقناك في حاجة لا يا ماما طبعا ما دايقتنيش ابدا ولكن في حاجة كده كانت شغلة بالي اكيد يا بلال الكتاب صح ايوه بالزبط كده يا ماما الكتاب لقيت فيه كده حاجة جدا جدا غريبة والحاجة دي متعلقة كده يعني باللعبة وحاجات كده يعني احنا دايما بنحب نلعبها العب لا 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 اوعى تجروا على الالعاب والكلام الفارخ ده عايز اشوفك حاجة كده كبيرة عايز اشوفك دكتور عايز اشوفك يعني رائد اعمال مش عارف عايز اشوفك حاجة كبيرة وخلاص يا بابا ما هي الالعاب دي حاجة برضا كبيرة على فكرة وفي ناس كتير قوي بتلعب الالعاب وبتجي فلوس انت ما تعرفش كده والله يشوف يا بلال الموضوع جميل جدا ولكن اهم حاجة انك تلاقي حاجة بتحبها وتستمر فيها والله يشوف انا استمتعت جدا جدا بالكلام معاكو جي الوقت اللي انا هطلع دلوقتي فوق سيب بلال هو دايما بيحب كده يوعد يبحث وراء الحاجات الغريبة جدا اهم حاجة بس يكون بخير وما يقصرش في الدراسة بتاعته ايوا جي الوقت دلوقتي حالا اني اكتشف اللعبة الغريبة دي ايه بقى اللعبة دي عايزة مني ايه بقى انا متحامس انك عربك بجد ايه دا هو في ايه اللعبة ملها بتعمل كده ليه ايه دا هو كمان النور عب بيهفل وبيفتح يا جماعة ناس ايهو هو اللي بيحصل لينا بجد هي دي نهايتي طيب ولا ايه كل ده عشان بجرب اللعبة دي اه هو في ايه هو اللي بيحصل بجد انت هنا في عالم الالعاب ايه عالم الالعاب يعني ايه يا نوعب يا يا ملع الشاشة بقيتها هكار كده ليه يا نعربي ديرتني مفتحتي اللعبة بجد حيث يوجد جميع الألعاب وتقدر تتحكم في أي حاجة من حواليك لا بقى دا الكلام بقى اكتب في علام افترادي لا موافز ايدي هو يا بلال مش عايز تشوفني ايه لا وانا بس كنت خايفه ان البونجة يجي معاك لا لا ما تلعش هالبونجة بدلوقتي واحدة أجازة شيدوس على بولك ايوه انت حملت اللعبة زي بصراحة اه ان لقيت جالي اعلان كده عن اللعبة وقلت محملة وصاحبا ندمتش كن نجيب بيتك على طول ازاي يعني جاتلك اعلان والناس اللي عاملها لها اعلان دي مين دول اصلا وقال لي خليهم يعملوا حاجة زي كده انا بقيتش فاهم حاجة يا صاحبي يا بلال دي احلى لعبة احنا ده كانت دلوقتي يفبقينا في عالم تاني انا حيه ما اعرفش احنا ازاي هنطلع من اللعبة دي يعني انا اللي هاعرف الله اعلم بقى ايه ده يا شيتوز انت كنت ماسك سلح مش عارف بصراحة واضح كده ان احنا نزلنا ببجي بالغلط واضح كده ان المدينة حصلها تغيرات كتير او تحت يلا اللي عايز يشتري اي حاجة من العالم اللي افتراضي الغريب ده ايه ده في تفلين هناك شكلهم غريب هو ما يعرفوش اي حاجة في العالم الجديد ده ايه ده يا بلال هو واضح ان العالم اللي احنا فيه ده جبا جبا جامد اتنى بس اشيتوزا صاحبي يمكن يكون الحاجات دي مدرة باشا ايه الاخبار انا وصاحبي اللي هناك اللي خايف ده جداد في العالم ده ممكن تديه لأي مسيحة او تقوليني حتى انت بتبيع ايه انا ببيع اي حاجة ليه علاقة بالعالم ده زي الاكل او الاسلحة طب بجد ده حاجة حلوة طب يعني احنا المفروض مش معنا فلوس ايه اللي المفروض نعمله عشان يبقى معنا فلوس اصلا هنا المفروض يكون معاك نقاط وباين عليكم ان انتو لسه جداد للاسف مش معاكو اي نقط خالص نقاط نقاط ايه بس مش معنا اي نقط خالص يا عمو اه طب احنا عايزين نزدع لبلدنا تاني ولا للعالم اللي احنا كنا في ده واضح كده ان انت فاكر انك هترجع ولكن دي حاجة من سبع المستحيلات بقولك ايه هو انت قوتك ايه يشيتوز يشيتوز هو ايه اللي بيحصل ده قوتي كوتي ايه الحاجة لده بيقول انت قوتك ايه مفيش حد فينا عنده قوة اكيد يعني قوة ايدي اللي بتتكلم عليها شوفوا القوة بتاعتكو هتكون جواكو ومش هتطلع الا لما تشوفوا حاجة هتحرك القوة دي يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده اكيد يعني يا بلالة هنتشفه قريب اشنا عدين في العالم اهو مش مشين ارحقوني ايه الشجرات وعلي مش هعرف هتحرك ايه ده ايه 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 شيتوز اللي بيحصل ده هو انا ليه حاسس دلوقتي بحاجة غريبة وانا ليه مش حاسس اصلا حاسس ان المفروض اروح وانكزه حالا اوه ده اللي انا كنت بتكلم عليه انا حاس ان انا هقدر انكزه من وانا بعيد يا عمو بتعمل ايه انا اموت يا عمو الحاني بعد اذنك ما تقلقش انا هقدر اتحكم في الشجرة يا عمو انا اموت ايه ده هو ايه ده صح الشجرة لحد دلوقتي موقعتش عليا يعني اعمل ايه دلوقتي لازم تقوم يلا اوه حاضر هحاول اوه ما اوه ام حاجة الشجرة بس ما تقعش عليا يا انا يا ربيد لازم اجيب سرعة الشجرة كنت تقع عليا لا تقلقش يا حبيبي الشجرة ما كنتش هتقع عليك كنت انا متحكم فيها كويس اموتو عرفت يعني يا عمو متحكم فيها ازاي كده وانت من بعيد قوي انا حاسس بكده جدا واعتقد هو ده السبب اللي خلاك تعيش دلوقتي او صاحبك ده عنده قوة التحكم عن بعد ايه ده ايه تحكم عن بعض لازم جدا جدا حاجة غريبة فعلا على فكه يا شيتوس احنا مش قاعدين مستر احين خالص هو بباك وموت احتي ايجو امت ها ما هو ده انا كنت بتكلم فيه ان الحد دلوقتي منساعد ما دخلنا اللعبة دي والعالم الغريب ده انا مش لاقي ولا ماما ولا بابا وما فين يا عمو بلال ما تقلعش اه اكيد ايجو دلوقتي وهيرينه الجرس كمان انت عارف انت كمان ولا ايه عندك قدرة التنبؤ بالمستقبل نفسي صراحة يا عمو نفسي ايه ده هو تلفزيون بيقولها شيتوس انا النهاردة حقيقي حزين جدا لان خبر النهاردة من الاخبار الحزين اللي انا اصلا مش بحب اقولها النهاردة فيه اب وام للأسف اتعرضوا لحادث مأساوي جدا واحنا الحد دلوقتي مش عارفين هو فين ابنهم ليه ما جاش يسأل عنهم الموضوع غريب جدا بصراحة والشرطة دلوقتي قعدة بتحقق في الوقع دي ايه ده هو ايه اللي بيحصل ده واضح كده ان فيه حدثة حصلت هنا في المدينة ومطالب مني ان طبعا عمل تحيق عليها محتاج اللي انا بص كده يمين وشمال بسرعة لازم اشوف من الجوانب هنا وهنا واضح كده ان الموضوع فعلا كبير اهم حاجة ان انا لازم اتأكد فعلا من الخبر ده ان هم بيقولوا ان ابو وامو هم اللي عملوا الحدثة دي وخبرتوا في الشجرة اللي قريبة جدا من المدرسة حقيقي ايه انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده محتاجة اسجل كل الكلمة انا قلتها وكل حاجة انا شفتها العربية المفروض ان هي متضمرة والحادثة باين فعلا ان هي حقيقية وغالبا لا بصراحة مش عارف مقدرش اقول يطرى في حد مدبر لهم الحادثة دي ولا دي قضاء وقدر يعني بعد اذنكم انا محتاجة اشوف ماما وبابا دلوقتي اكيد الخبر لنا اسميته دك هازب ايو احنا متأكدين منهم عندكم طلعوهم احنا في لابة ومش في حقيقة اصلا واحدة واحدة بس عشان ما ينفعش اللي انت بتعملو ده احنا في مكان محترم واللي انتو بتعملو ده حاجة جدا جدا مش كويسة انكم تاخدوا ماما وبابا وتحطوهم عندكم في السجن نحطوهم عندنا في السجن ايه ده مفيش طبعا الكلام ده مستحيل احنا عمرنا ابدا منعمل حاجة زي كده دك هازب يا بلد ما تصدقوش انا متأكد طيب نفترض ان انت حضرتك مش بتجذب يعني هما ماتوا بسبب ايه ما انا لازم اعرف وانتقن بردك حقيقي انا معرفش هو مين السبب في الموضوع ده الموضوع جدا جدا خطير بس اهم حاجة ان انت لازم تخلي بالك من نفسك احنا ما نقدرش ندفع عنك اذا كان في حد فعلا ورا الموضوع ده ما تقلقش انا هقدر ان انا هتم بنفسك كويس جري يا شيتوز العمل يعني كده بابا وموة ماتوا ولا ايه بلال خلي بالك احنا في لعبة اعتقد ان الكلام ده مش حقيقي طيب لو الكلام ده حقي يا شيتوز انا مش هسكوت بجد احنا لازم نعرف مين اللي عمل حاجة زي كده اصلا ولا هو مستقصدني ويعرفني اصلا ولا ايه بلال اللي عرفه اللي احنا دلوقتي حلم في لعبة وانت عندك كورة التحكم عن بعض اعتقد احنا ممكن نجيبه بالكورة دي فح تسدى يا شيتوز فكرة اعتقد كده انك مبسوط مني خليتهم يعملوا حادثة والمفروض ان الدنيا كده كويسة جدا اهم حاجة تكون الدنيا تمام وانت عارف ان دي بالنسبالي حاجة جدا جدا كبيرة لان انا بلعب لعبة معينة كده مع ناس معينين فلوسك لما تيجي تطلع هتلاقيها موجودة بره خدها ومشوفش وشك هنا تاني وهو حد دي رقبك شكرا جدا ليك انا حقيقي مبسوط جدا اني بشتغل مع واحد زيك ولو عزتيني في اي حاجة هتلاقيني موجود في الحال مع السلامة ايه دا مين الشخصية الجريبة اللي انا شايفة قدامي دي حيشة كنا يخوف ومرعب جدا بجد حاسيني في حاجة جريبة كده في الشخص ده ولازل من عند مكان الرئاسة معنى كده ان في موروع كبير اقول لبلال ولا طنش لأ لازم اقول لبلال لما حاسيني دا اللي هو الموروع ده طيب يعني انا دلوقتي بصراحة بدأت احس ان انا بقدر اتحكم في حاجات كتير اوعا عن بعض هو لان انا ليه بحس الاحساس ده بجد وماما وبابا غالبا ماتوا دلوقتي هتقدر انقذهم بالكوة دي انا مش هقدر اقول لها حاجة اكتر من كده ممكن اعرف انت عندك قوة ايه تقصد قدرة ايه مش هنختلف يعني من الاتنين واحد لأ انت كده غالطان من ان القدرة غير القوة خالص القوة دي بتيجي للناس الاكوية خالص ودايما بتيجي للناس اللي هم الحاكمين اللي في المدينة واللي عندك دي اسمها قدرة وتقدر تستخدمها في حاجات كتير انك تنقذ الناس زي ما امكزت طفل من الشجرة ايوه فعلا انك كنت حاس ان انا محتاج بجد اللي انا امكزه وحركة نتجواي يعني مش عارف اصلا سمعت صوته ازاي وبين من كلامك كده انك عايز تاخد حق ابوك ومامتك صح كده ايوه طبعا محتاج اعرف مين بس اللي عمل كده شوف هو غالبا لعلاقة بالحاكم لان اللي بيعمل كده مفيش غيرهم بس اللي عندهم القوة الخارقة هنا في العالم الافتراض اللي احنا عايشين فيه ده دايما بيكون الحكام اللي عندهم القوة الغريبة دي واللي بيقدروا سوية مروته بشر او يعملوا اي حاجة مخيفة طيب انت شايف ايه العمل ما تقوم تنكزني انا من ساعة معرفتك انا وصح بشي تزون تعد عالكورسي ده انا الكدرة بتاعتي بمجرد اني لو قمت من عالكورسي ده الارض دي هتتكسر كلها هتتكسر كلها يعني ايه يعني ايه الكلام انت بتقوله ده يا عمه حواريك دلوقتي وسع كده في ايه ايه انا وسعته اوه ايه ده يا عربية هي المدينة بتاعتنا رجعت زي ما هي بس ايه ده انا حاس ان احنا امود الارض هتتشق وتبلعنا قلتلك بلاش اقوم انا رايح اعطاني بسرعة وانسيت اقولك انا من الناس اللي عندها قوة مش كدرة وضح كده ان انا هتعب جمد اول في العالم اللي افتراضي ده بجد هو بجد ماما وبابا ماتوا في المكان ده انا عمري ما كنت تتخيل ايه فعلا دي العربية بتاعتهم بس ما عرفش بصراحة وما كانوا رايحين مش ورق ايه ما قالوا ليش ايه حاجة انا هفتح دلوقتي حالي نتكشف ايه ده عم شيتوز ايه اتخضيت والله منك شوفت يا بلال اللي حصل شوف لا يا شيتوز ما شوفتش ايه حاجة انا غالبا كده عرفت مين الشخصية اللي هترب باباكو مانطق ايه ده ايه يعني ايه الكلام ده يا شيتوز الكلام ده الخطير انت تأكدت منه والله يشوف يا بلال مش اوي بصراحة هو لكن لا يا شيتوز ما فيش حاجة اسمها مش اوي واوي احنا دلوقتي شايفينه قدامنا جريمة ولازم نحقق فيها انت تعرف انها دلوقتي بقيت بتمنى ان انا كنت انكس بابا وماما بيتها حكون فعربيتهم عن بعد ايه لا بلال اصلا وكان ينفع قبل ما انت تجلي دلوقتي انا عدت شوية مع راجل ده وفاهمني شوية حاجات كتير بصراحة وحيانا مستغرب جدا بلال المكان ده على فكرة فيه لغز جدا جدا غريب وغالبا لو عارفناه هنروح للعمل بتاعنا تاني ايوه انا حاسس بكده طب ورين انت لقيت ايه هو ده المكان اشيتوز ايوه بالزبط كده هو ده المكان يا بلال حييه المكان غريب قوي بقولك ايه جاهز ان احنا نبدأ دلوقتي يا بلال نبدأ ايه مش للدرزادي انا عايزك بس تدخل زي ما انا قلتلك واسيب الباق عليا انا هتحكم عن بعد طيب يا بلال طيب انت مين يا حبيب وعايز ايه اصلا كنت عايزك في حاجة مهمة وبتخص العمل اللي انت عملته والجريمة اللي عملتها جريمة الجريمة ايه انت تتجنيت في دمارك ولا يا حبيب انت امشي العب بعيد امشي برا اه الجريمة قال احنا نبنعملش الكلام ده خالص فتده ان امعرف كل حاجة وبالعمارة الشخص اللي كان بينزل عندك ها ما تعملش في انك ما عملتش حاجة ايه انا هربيض طب قولي انت متطالبتك ايه اللي ان الموضوع كده رخم على الاخر ومباريتش انا فاهم اي حاجة خالص رخم ده انت لسه ما شفتش حاجة اصلا جيلوهات ان انا هتحكم عن بعد دلوقتي حالا ايه ده هو ايه اللي بيحصل ده هو في حاجة ولا يه هتترمى علي طب بيحصل زلزال دلوقتي ايه ده هو ايه اللي بيحصل ده هو ده زلزال بجد او ليه ايه اللي عبد الابلال تحكم عن بعد ايه بس كملنا ومل اللعبة دي ايه ده اللعبة دي ده انا بزرار واحد اطلعكوا منها انا اطلع دلوقتي الادا دي وبمجرد ما دوس على الزرار هترجعوا دلوقتي حالا للعالم بتاعكو عالم بتاعنا يعني ايه يعني ايه ايه ده يا نهار ابيض ده في حاجة غريبة جدا هو ثانية انا فين بس دلوقتي انا المفروض دلوقتي في العالم بتاعا دي صح يا نهار ابيض عاللعبة دي ايفل يا عم الكمبيوتر مش هكيب اللعبة دي تاني والكتب مش هكره كتب يا عم والله العظيم حرام كلا انا خايف في جد بابا ماما انتو فين اصح حكي دلوقتي احنا في مشوار ازاك يا ماما انت وبابا كويسين ما تقلعش علينا احنا خلاص بنعمل شوبنج وجايل ما تقلعش يا حبيبي يا بلال احنا مش هنتأخر انت خايف ولا ايه لا يا بابا انا مش خايف عليكو خالص لان انا اتأكدت ان دي كانت مجرد لعبة